هناك وتبقى حياتي وأمن مستقبل العالم أنا هنا طالع ظروف الصفر نفسه كانت بالنسبة لي حاجة كده تخليني أعود أفكر فيها كتير لأنني طلعت من المكتب من النادي الإسماعيلي من جوه والنادي من قلب النادي على دماغي بتليف وهنا برضه شوفني الحج محمد سليمان أقول كده عشان الناس فإسمع عليها بس الحج محمد سليمان لا أعترمنا الناس كلها مع النادي إسماعيلي ده عشان ده من الناس حبيبي جدا الحج محمد سليمان هم عارفينه العم ده تمام شافني وأنا نازل رايح أخذ عربية وشافني وأنا صعبان علي وخلاص ودموع عاربت تنزل ولما قلت له أن أنا ماشي فعلا دموع نزل لأنه بيحب النادي جدا وكانوا رايب مني أنا والله أرحمه أيمن رمضان وإسلام الشاطر كانوا رايب مننا إحنا التلاتة جدا إزاي فحكيت له الظروف والملابسات اللي حصلت له خلاص النادي خد قرار واتنزلت عن فلوسي في النادي واتنزلت حتى عن فلوسي أنا الشخصية اللي لسه لها في النادي لما سبعمائة ألف جنيه اللي هم ونص عادي يعني أنا مئة وخمسين كان لسه لها نص عادي اتنزلت عنه اتنزلت عن لو كان لها مكافئات لها أي فلوس في النادي طلعت من النادي يصلت خلاص بقى قفلت طوله أنا خلاص رحت من المدى النص جيت على القاهرة رحت سفارة خدت التأشيرة اتصلوا بي رحت المطار بعتولي شنطة اتصلت بمرضة تعملي شنطة سفر مراتك كان عندها خبر بأنك رايح النادي النص اه بس طبيعا كابتن أنا أخدت تأشيرة وارجع اسماعيلية اه طبعا أنا خدت التأشيرة وطلعت المطار بي مراتك كانت في الاسماعيلية في اسماعيلية اه خدت التأشيرة واتصلت بها تاني عمل لي شنطة فيها حاجات الكورة واحد اتنين تنين تنين ايه ما فجأتشي؟ بتصغرب في التالي أنا خلاص مشيت بس أنا كابتن محسن قال لأنك والناس كمان في النادي أن أنا هزبط أمري أكيد في 10-15 يوم وإيه واتساف وهرجع لك وتاني أنا مش راح أعد فترة يعني من حصل كان العكس أنا راح تعادت تقريبا من 3 أسابيع لشهر وهم اللي جوم كاملوا مع فترة الأعارة تقريبا يعني نعم بس هنا كان خلاص يعني مش هولي أن أنا عمر مع علاقة طبعا هتنتهي مع النادي الإسماعيل لا 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 النادي إسماعيل ده نادي برضو ليه فضل من فضل عليك إنما أنت مبشتش بمزاجك لا طبعا هم ووصلوك لمرحلة أنت صابت عليك نفسك وعاوز تمشي وخلاص وإنت طلعت كل اللي عندك مزبوط وتقال للي حضرتك يعني كنت يعني السؤال الأساسي بأن أنت ماشي وعامل كبري عشان تيجي النادي وعشان ده اللي تقال طيب وصلت النادي النصر أعدت أديه في السعودية الأعارة فترة الأعارة اللي هي 6 شهور أعدت منها 4 شهور وكان الدوري خلص فرجعت طيب جيت هنا في مصر إزاي حصل التعاقد معك مع النادي إليه ومين مكلمك أو قابلت مين تمام هرجع بقى وأنا لما أنزل من السعودية هروح فين آه ده اللي ضر في زين ما عنديش حافل قاهرة كان سنك كم سنة آه 28 سنة 28 سنة يعني ها آه هروح فين هرجع السعيد طيب هروح فين والله ما في نادي خالص آه كان فيه وكيل بالاسم عبدالإله روسي وكيل هشام أبو شروان سنة 2004 مغربي مغربي سويسري مغربي مع الجنسية السويسرية هو اللي كان شغال هشام أبو شروان وفي الفترة اللي احنا كنا تلاتة محترفين عرب في نادي النصر آه أماد النحاس هشام أبو شروان مغربي نشأة أكرم العراء العراء كنا احنا تلاتة آه المحترفين اللي موجودين في نادي النصر في الوقت ده آه فوكيل هشام كنت أنا على طول مع مع هشام كنا بروح ونرجع مع بعض للتمرين فإلا أنا ممكن أجيب لك عرض من السعودية أو أجيب لك عرض من قطر قلتوله أهم شيء ما يعني ما إلحان يابلي منزل مصر اللي لو نزلت مصر خلاص لو نزلت مصر خلاص أنا آه مش صعب أن أنا أطلع تاني لأن أنا جاب لك عاد عندي شوية آه جاب لك نادي في قطر قطر بالسنة بالتلات سنين اللي أنا جيت فيه من نادي الأهل السنة السنة الوحد تفكرت إزاي في العقدي ده آه إن أنا أنا نزلت يعني العارة خلصت أو أنا المتشاط خلصت لا لما جاب لك العقدي ده إنت فكرت فيه خلاص ده بقى مستقبل للولاد وبتاعه كلام آه مش متفكر تنزل لمصر بقى ما هو المشكلة أن العقدي ده جي بعد لما نزلت اللي هو أول حياة في الشروط اللي بيننا وبين بعد ده أنا مضيت له على وكالة إن هو كوكيلك كوكيل بعيدة عن مصر برسا آه آه أول شرط إن أنا خلاص أنا العارة خلصت وأنا نزلت مصر آه نزلت أول ما جيت روحت على إسمعالية آه فنتقعد في نفس العمارة اللي فيها الله يرحمه كابتن أي من رمضان آه عدت في إسمعالية بالضبط 12 يوم أنا حتى بحسبهم باليوم 12 يوم سمعت كلام يعني برضو يعني رسائل مش كويس سواء من الناس زميلك اللعيبة أو إن سابنا واتسافر عشان الفلوس إن سابنا ومش إنه هو مرحش الأهل ليه طم أنت أنت بتقول مرحش الأهل ليه طم أنت عارف لو أنا راجع من السعادة تنزل عقاهرة على النادي الأهل بالضبط إيه اللي هيجيبني اسمعالية آه عييت اسمعالية وعات وده ونت نزعلها من جوال آه و 12 يوم محدش سأل وخدت شوية تاريخ كده خفيف عادي من الناس اللي هم أبرده أصحاب النفوس الضعيفة يعني بسمهم أصحاب النفوس الضعيفة آه وبعدين كان محمد ابني كان عنده مشكلة آه في إيديه فكان لازم يعمل عملية توسيع أوطار آه وده أنا كنت هنا الدكتور حسام الإبراشي آه مشكوراً كان معي في الوقت ده في المنتخب دكتور العلاج الطبيعي كان عامل لحاجزة عند آه دكتور ياسر آه الدكتور ياسر ده كان متخصص في العصاب والده آه فدي اللي خليتني أن أنا أنزل هنا وانزلت عند صديق شخصي آه مستشعار حالياً الحسن محمد مغاغة من الناس برضو للعبة مغاغة مصري زمالك حالياً زمالكاوي حسن زمالكاوي زمالكاوي وحالياً هو رئيس نيابة وحالياً هو فترة إعارة في الكويت نعم أنا نزلت عنده هنا في القاهرة آه كان لسه حسن لسه متجوز كان لسه لسه لعيب آه وكان في الوقت ده كان كان تقريباً كان في نادي الزمالك أو في نادي المصر تقريباً فانزلت في شهيته اللي كان لسه بيوضبها وعملت حاجز عند الدكتور وهنا كان فيه اتصال بينه وبين الكابتن مهر همام والعلاقة هي الكابتن مهر كان هو اللي موجود معايا مع جهازي الكابتن محسن صالح وكان من ضمن الناس اللي بيكلمنا على النادي الآه اللي هو كابتن إبراهيم رياض إيه اللي دار بينك وبين مهر همام بس قبل ما تقول إحنا معنا عملنا جبنا لقاء مع كابتن مهر همام هنشوف هيقول إيه وترجع